في حقوق الأمر التعديل المدى سالة 28 من الدستور التي كانت تتكلم عن أن الجيش الوطني الشعبي يعتبر مركز الطاقة الدفاعية للأمة إلى مقترح السماح للحكومة بإرسال وحدات من الجيش في مهمات خارج الحدود هذه المهمات سواء تكونوا بتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة كما ورد في النص أو جامعة الدول العربية أو وفقا لاتفاقيات ثنائية مع الدول الألمانية في عالم اليوم الدول أصبحت تتحرك خارج حدودها لحماية مصالحها وبغض النظر عن أي مصالح قد تكون مفترضة في دول الجواري للجزائر فإن عدم الاستقرار في هذه الدول سوف يمس بشكل آلي وبشكل مباشر الاستقرار في الجزائر لنذكر مثلا أن الهجوم الإرهابي الشهير سنة 2013 على تيغنتورين على المشأة الغاز في تيغنتورين والتي كانت تضمن لوحدها حوالي ثلثة الانتاج الغازي الجزائري انطلق من جنوب ليبيا وبالتالي فإن أي قلقلة أو أي عدم استقرار في ليبيا أو في مالي أو في النيجر أو في غيرها من الدول المحيطة بالجزائر سوف يصيب الأمن الوطني الجزائري في مفهوم ترجمة نانسي قنقر